موسيقى أنظار المعنيين بشأن الليبي تتوجه جاميعها إلى العاصمة الألمانية برلين حيث يُعقد المؤتمر الثاني هناك الخاص بليبيا على المستوى الوزاري وبمشاركة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مؤتمر برلين يبحث بالأساس تقديم العملية الانتقالية في ليبيا ومدى الالتزام بمخرجات المؤتمر الأول الذي عقد في يناير من العام الماضي كما يهدف إلى وضع أسس المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية وتهيئة الأجواء لإتمام المصالحة الوطنية والانتخابات وزيرة الخارجية الليبية نجلا المنقوش كشفت عن طرح حكومة الوحدة مبادرة بعنوان استقرار ليبيا أمام المشاركين في مؤتمر برلين تتضمن رؤية ليبية وطنية وأجندة زمانية محددة للمصالحة وإجراء الانتخابات وكان المجلس الوزري الأوروبي قد استبق اجتماعات برلين بتعديل نظام عقوباته الخاص بليبيا ليقرر فرض عقوبات على معرقل المسار الانتقالية مجددا تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي في برلين مؤتمر برلين الثاني الهدف من ورائه هو ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية وانسحاب القوات الأجنبية والمسلحين من هذا البلد فضلا عن تقييم الأوضاع في العملية الانتقالية منذ المؤتمر الأخير والمراحل المقبلة لفرض استقرار دائم في ليبيا وللمرة الأولى تشارك حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية حيث تعتزم الحكومة طرح مبادرة وطنية في المؤتمر بحسب ما ذكرت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عملنا خلال ثلاثة أشهر الماضية وبوصفنا سلطة تنفيذية موحدة على إعداد مبادرة وطنية ليبيا أسميناها مبادرة استقرار ليبيا سنترحها خلال مؤتمر برلين الثاني في الثالث والعشرين من هذا الشهر تهدف ولأول مرة منذ سنوات إلى أن يأخذ الشعب الليبي زمام أمره ويقود بنفسه هذه العملية بالتعاون مع الدول المشاركة والداعمة لاستقرار بلادنا واستباقا للمؤتمر قرر المجلس الوزاري الأوروبي تعديل نظام عقوباته المعمول به حاليا على ليبيا لفرض عقوبات على من وصفهم بمعرقل المسار الانتقالي التعديل الجديد يفتح الباب أمام الأوروبيين لفرض عقوبات مستقبلية على شخصيات وهيئات ليبية متهمة بانتهاج سياسات من شأنها عرقلة خطوة إجراء انتخابات عامة محدد موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل من المهم اغتنام فرصة انعقاد مؤتمر برلين الثاني في 23 يونيو والجاري وتقديم الشكر والتقدير الكبيرين لدولة ألمانيا الاتحادية على استضافتها أعمال مؤتمر برلين الأول والثاني آملين التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها والتزام حكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة التي تسحل مهام المفوضية العليا للانتخابات ودعمها بالإمكانيات المطلوبة كما نتطلع من الدول المنخرطة في موطمئة برلين بذل كل الجهود التي تضمن المغادرة الفورية للقوات النظامية الأجنبية وكذلك جميع المرتزقة من ليبيا بإشراف بعثة الأمم المتحدة ونرحب ضيوفنا من القاهرة أحسين مفتاح الكاتب والمحلل السياسي الليبي من أطرابلس عبر سكايب السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة من باريس أيضا كامل المرعاش الكاتب والمحلل السياسي الليبي أهلا بكم جميعا معنا هذه المرة في حصة مغاربية سيد أحسين مفتاح أهمية انعقاد مؤتمر برلين مجددا وفي هذا التوقيت أهلا وسهلا بك أخي نبيل وبضيوفك الكرام من باريس ومن طرابلس نعم مؤتمر برلين 2 يأتي في وقت دقيق جدا أولا لما تشهده ليبيا الآن من أحداث جارية وما ينتظره الليبيون من استحقاق رئيسي أساسي وهو إنهاء حالة الموقت والتمهيد إلى وصول والوصول إلى حالة استقرار تام بولادة حكومة يختارها الشعب ورئيس يختاره الشعب في الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية هذا العام وفقا لخارطة الطريق خارطة الطريق جاءت نتاج لمؤتمر برلين 1 الذي عقد قبل سنة ونصف من الآن في 19 يناير من العام الماضي ما بين برلين 1 وبرلين 2 مرت العديد من الأحداث هي التي تجعل لمؤتمر برلين 2 أهمية قصوى إذا ما تم استثمارها نتكلم بتحفظ إذا ما تم استثمار هذه الفرصة بشكل عملي وبشكل مثمر فخلال هذه الفترة توقفت العمليات القتالية تمكن الليبيون من الالتقاء وفق المسارات الثلاثة التي قرت في مؤتمر برلين وأهمها على الإطلاق هو المسار العسكري 5 زي 5 الذي أشرف على عمليات وقف إطلاق النار ولا يزال تداول هذا المسار مستمرا حتى يوم الأمس وإن كان شابه شيء من البطأ وشيء من الوتيرة الأقل من المأمول تحدثت عن مؤتمر برلين 2 وعن مؤتمر برلين 1 سيد حسين مفتاح وهنا أريد أن أسأل السيد السنوسي إسماعيل من أطرابل السيد السنوسي أهمية أن تكون اليوم هناك حكومة ليبية موحدة تشارك باسم ليبيا في هذا المؤتمر الذي يُعقد للمرة الثانية هل سوف يجعل هذا مخرجات برلين 2 أكثر قابلية للتنفيذ على الأرض مقارنة بمخرجات برلين 1 بحيث لك نبيل وعلى ضيفيك الكريم أليم وكل أستاذ المشاهدين هو طبعا بدون شك أن تكون ليبيا في برلين الثانية أن تكون عضوا كاملا بمعنى أنها الآن أصبحت دولة طبيعية مشاركة بهذا المؤتمر بحكومة طبعا واحدة وهذه منذ حصول الشفاق السياسي أو الشفاق السياسي في 2014 إلى الآلم ليبيا في جسم واحد إلى الآن بهذا الشكل نقوم أنه أفضل بكثير حتى من حكومة اليفاق التي استمرت خمس سنوات وبالتالي فإن هذه الحكومة التي تحمل أيضا في جعبتها مبادرة مبادرة نستطيع أن نقول أنها مبادرة وطنية ولكي يكون هناك توضيح لمطالب الشعب الليبي فيما يخص استعادة السياسة الدولة الليبية وفيما يخص استكمال المسار السياسي الديمقراطي وفيما يخص محافظة على السلام والاستقرار في ليبيا وضمان مصالح ليبيا مع مصالح الدول برغم وزيد التدارب بين هذه المصالح ولكن بالإمكان تجاوز هذه المرحلة من تاريخ ليبيا وهي مرحلة سيئة جدا نتيجة تدارب مصالح هذه الدول وبالتالي فإن هذا التنسيل أكيد هو الأفضل الآن من حيث تنسيل الليبيين بطريقة أفضل صوت واحد وبدون أن يكون هناك تدخل دولي في تحميله الحكومة مبادرة سيد برعاش من المنتظر أن يؤكد مؤتمر برلين 2 غدا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في موعدها 24 ديسمبر وأيضا ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمسلحين الأجانب من ليبيا لكن ثمت معرقلين لهاتين المسألتين كيف سوف يتعامل المؤتمر الدولي معهم برأيك؟ تحية لك نبيل ولضيوفك ولجمهور القناة الحقيقة دعني أعقب أولا على مؤتمر برلين 2 لماذا هذا المؤتمر؟ لماذا يعقد برلين 2؟ بالتأكيد برلين 1 فشل وفشل فشلا ذريعا لو لا التدخل الأمريكي الذي أعاد له بعض النشاط وخصوصا أنه أنشى هذا التدخل الأمريكي وبفعل السفير الأمريكي والمبعوثة الأمريكية ستيفني والينزة التي أنشأت لنا جسم تشريعي جديد تحت مسمى ملتقى الحوار والذي من خلاله انباثقت لنا حكومة سميت بحكومة الوحدة الوطنية وهي حكومة وصاية دولية هذا المؤتمر جاء على انقاد فشل مؤتمر برلين 1 وأيضا جاء ليحيي أو ليعيد الأوروبيين إلى الملف الليبي بعد أن اختطفه الأمريكيون لكن هل أسباب الفشل ما تزال موجودة حتى أمام مؤتمر برلين 2؟ نعم هي لانقاد حتى الخطوة الأمريكية لأن حتى الخطوة الأمريكية التي أنتجت لنا حكومة وصاية هذه الحكومة وبعد ثلاثة أشهر لم تتقدم شبر واحد نحو تطبيق خارطة الطريقة التي تم الاتفاق عليها في جينيف على الأقل في شقها العسكري وفي شقها السياسي أيضا وبالتالي هذه الضرورة أو ضرورة إنقاذ برلين 1 وإنقاذ ما يسمى بحكومة الوحدة الوطنية جاء برلين 2 الآن برلين 2 أمامها تحديات كثيرة ولكن هذه المرة تحضره أو يحضره وفد ليبي أنا لا أسميه حكومة الوحدة الوطنية لأنها فقدت الوطنية بين قوسين بل حولها السيد عبد الحميد البيبة إلى حكومة عشائرية وجهوية بامتياز وهناك خطاب موز دواج هناك خطاب وزيرة الخارجية نجلاء المنقوشة التي تطالب والتي أعدت مبادرة استقرار ليبيا وتريد أن تقدمها وهناك موقف السيد عبد الحميد البيبة والمجلس الرئاسي المشتت الذي لا نعرف ماذا يريد ولا نعرف إلى أين يتجه بالبلاد هناك تسريبات تقول أن عبد الحميد البيبة يريد أن يطرح مبادرة كتبت في تركيا يريد أن يطرحها في هذا المؤتمر وهي تستثني التواجد العسكري التركي والمرتزقة السوريين باعتبار أن هناك اتفاقات وقاعها السراج وهذه في رأيي هي نصف لمؤتمر برلين إذا كان هذا المؤتمر بالفعل يريد استقرار ليبيا عليه أن يعالج المسألة الحيوية والمهمة وهي مسألة المرتزقة والتواجد العسكري في ليبيا ثم تفكيك الميليشيات لأنه بدون هذين العنصرين لن تقام أو لن تنظم انتخابات حرة ونزيهة يرضى بنتائجها كل الأطراف وترضي الشعب الليبي وبالفعل تؤدي إلى استقرار ليبيا غير ذلك يبقى مؤتمر من المؤتمرات التي شهدتها ليبيا والتي تعودنا عليها وتعودنا على الخمسون نقطة التي تأتي فيها وهنا أريد أن أسأل مرة أخرى سيد حسين مفتاح من القاهرة استماع سيد مفتاح إلى ما ذكره السيد مرعاش من باريس ماذا لو ضيعت بالفعل الأطراف الليبية المشاركة اليوم في مؤتمر برلين أو حتى الموجودة في ليبيا ماذا لو ضيعت هذه الفرصة لتسوية الأزمة السياسية أي سيناريوهات محتملة مستقبلا طبعا أنا لا أختلف مع السيد مرعاش فيما ذهب إليه وهي ليست هواجس بالمناسبة بل هي مبنية على شواهد وعلى غياب إرادة محلية وإرادة دولية حقيقية للدفع بخارطة الطريق للأمام للأسف المشهد الآن المبادرة التي طرحت اليوم من وزيرة الخارجية أعتقد أنها تتمهى تماما مع كافة المطالب الوطنية الصادقة ولكن أعتقد أن هذه المبادرة لا تعد كونها مجموعة من الأماني لا ترقى إلى أن تكون أهداف باعتبار أن الأماني ما لم توضع لها جداو الأعمال ووحدات قياس محددة فإنها لن تتحول إلى أهداف للأسف الصورة إذا ما فشل مؤتمر برلين الآن على الرغم من التحشيدات الدولية والجدية الظاهرية على قل تقدير بعودة أمريكا للملف الليبي بشكل مباشر وتجاوز آلية الوكلاء التي كانت تعتمد عليها في السابق الاتحاد الأوروبي الذي أيضا أحس بأهمية الملف الليبي ووصل إلى حالة من التوافق المعقول كان هناك تشتت في وجهة النظر الأوروبية داخليا في الملف الليبي بل هناك تضارب وتضاد مصالح بعض الدول المنتمين للإتحاد الأوروبي أعتقد أن الحالة ستمثل انتكاسة وستمثل خيبة أمل وقد تعود وهذا ما لا نتمناه أن تعود ليبيا إلى الصراع من جديد ونأمل أن يكون الصراع في حدود الصراع السياسي ولا يتجاوز ذلك وتعود إلى الصراع المسلح الوضع في ليبيا لا يزال هشن المعطيات سلبية للأسف خصوصا إذا ما استمر بقاء القوات الأجنبية في ليبيا شبح الحرب حسب مراقبين يمكن أن يعود مرة أخرى هنا أريد أن أسأل سيد السنوسي إسماعيل سيد إسماعيل أمام التعنط التركي تحديدا على الأقل هذا ما نسمعه منهم ورفضهم إخراج القوات التابعة لهم والموالية لهم من الأراضي ليبيا واعتبارها على حد قول وزير الدفاع التركي خلوسيا كاربي أنها قوات غير أجنبية مثل ما قال كيف يمكن فعلا لمؤتمر برلين ولكل المشاركين الدوليين تنفيذ بند إخراج جميع القوات الأجنبية فورا وبشكل متزامن من ليبيا قبل إجراء الانتخابات طبعا في هداية لغد أن نشير إلى أن يكون تكثير الليبيون يرغبون في دولة مستقلة ذات سيادة خالية تماما من كل أنواع التواجد الأجنبي وأيضا نشير إلى أن تركيا وجدت بطريقة مشروعة باعتبار أن كترابوس كانت محددة بمجموعات من المرتزق الروس الذين كانوا موجودين في صلاح الدين ويستعدين للابتحام ترابوس الآن نتحدث عن المستقبل سيد إسماعيل الآن الجميع بما فيه من الحكومة الجديدة تطالب ببسط السيادة الليبية على الأراضي الليبية وأخراج كافة المرتزقة تركيا ترفض كيف يمكن حل هذا الوضع؟ لا هي شوف يا نبيل هي بالنسبة لتركيا التواجد المتاحة لما وضحك أنه مشروع باتفاقية أسكرية بين الحكومة الليبية السابقة حكومة الجنفاق وبين الحكومة التركية هذا جانب مهمياً في الموضوع لكن أنا أقول لك بغض النظر إن كانت أتت باتفاقية مشروعة أو غير مشروعة اليوم هناك مطالبات هناك قرارات دولية هناك قرارات ليبية بإخراج كافة القوات الأجنبية من ليبيا بغض النظر عن كونها شرعية أم لا لماذا لا تلتزم تركيا؟ وباختصار له سمعت حتى أنتقل لسيد منعاش لا طيب ما رسمناش أنها تلتزم تركيا أو لا تلتزم لم نصل إلى هذه المرحلة بعد يعني لأن مداماً بغض النظر موجودين ويعيثون في ليبيا وفي جمهوريات المجاورة فساداً فهناك حاجة ما استني تواجد الجيش التركي حينما يكون هناك خطة دولية لخروج متزامن هذا جيد لا يستطيع حد أن يقول أن هذه ليست فكرة جيدة لكن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري رفض خروج جميع القوات الأجنبية بشكل متزامن لكن أنت قبل قليل سيد سينوسي قلت الليبيين كلهم يريدون إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بغض النظر سواء كانوا فاغنر ولا غيرهم كلمة أخيرة لسيد مرعاش المرتزق مرتزق وعليهم الخروج جميعاً هذا ما يريده الليبيون هذا ما أقوله لك طيب عموماً سيد مرعاش هل نسير إلى فرض عقوبات ضيفك يتكلم على السيادة الوطنية ويتكلم عن هذه السيادة أين كانت هذه السيادة عندما جاء وزير الدفاع التركي دون أن يستأذن أحد وينزل في مطار معيتيقة ويستقبله ضباط أتراك أين كانت هذه السيادة وأين كانت حكومة الوحدة الوطنية وأين كان تالوت المجلس الرئاسي أين كانوا هؤلاء لماذا ابتلعوا ألسيناتهم ولم يتكلموا عن هذه السيادة الوطنية المنهوكة تركياً ثم يتكلم يقول هذه الاتفاقيات هذه الاتفاقيات غير شرعية حتى الطاغية أردوغان عرضها على مجلس نوابه ليصادق عليها ثم تصبح نافذة هل السراج قدمها للبرلمان الليبي الذي صوت والذي أعطى تطيق لهذه الحكومة لا إذن هذه الاتفاقيات غير شرعية والآن نحن في اتفاق سياسي اتفاق جينيفيا نص على طرد أو رحيل كل القوى الأجنبية بما فيها التركية الآن مؤتمر برلين 2 وأنا ما أخشى هذا أن مبادرة الاستقرار التي تقدمها وزيرة الخارجية هي ليست نسخة التي يتبنىها عبد الحميدة بيبة عبد الحميدة بيبة يتبنى الورقة التركية التي تريد بقاء الأتراك حتى بعد الانتخابات وهناك تمهيد أمريكي لمسألة إقامة انتخابات وعندما تصبح لدينا حكومة قوية تستطيع أن تطلب من تركيا الخروج عموما تفصلنا ساعات قليلة عن انعقاد هذا المؤتمر ونرى ماذا سوف يخرج عنه أشكركم جزيلا لانتهاء الوقت من باريس كامل المرعاشي كاتب والمحلل السياسي الليبي من طرابل السنوسي إسماعيل المتحدث السابق باسم المجلس الأعلى للدولة من القاهرة حسين مفتاح الكاتب والمحلل السياسي الليبي شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة